الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسرار الزوجية أمانة لا ينبغي أن يطلع عليها أحد حتى ولو كان أحد الأبوين خاصة إذا تعلق الأمر بالفراش والجماع وأمور الاستمتاع بين الزوجين فإفشاء أسرار الزوج أو أسرار الزوجة من أقبح الذنوب روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ولا ينبغي للناس أصلا مهما كانوا أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم فإذا عرف الشخص بوقوع خلاف بين رجل وزوجته وعرف أنه خلاف شديد لا يجوز له أن يفتش عن أسرار البيوت ولا يتطاول ليطلع على خباياهم لذلك أنصحك لا ينبغي لك أن تفش أسرار زوجك التي ائتمنك عليها لأي أحد حتى ولو كان لأمك بل ينبغي للأم أصلا ألا تتدخل في خصوصيات أسرار ابنتها أو تسألها عن بيتها من الخصوصيات التي أمر الله بسترها بل وتأمر ابنتها ألا تتكلم بأسرار بيتها مع أي أحد لأن هذا يزيد من ثقة الزوج بزوجته فتزداد مكانتها عنده ويشعر بكمال رجولته وقوامته حيث لا يدار بيته من خارجه بل من داخله وإذا أصرت الأم ولا ينبغي لها ذلك طبعا فعليك بالحكمة واللطف في العبارة فتتكلم بكلام عام لا يشير إلى حال خاص مثل البيوت لا تخلو من أحوال والحياة كلها مشاكل بين الزوجين وتحتاج إلى الصبر ولكن الحمد لله أمورنا بخير ونحو هذا من الكلام ولكن لا تفشي سر زوجها الذي اتمنها عليه هذا والله تعالى أعلم